وهذا دائماً السؤال المليون دولار زي ما يقولوا يعني دائماً في جدل كبير أنه لأي درجة الحوثي مستقل ويتصرف بشكل بعيد عن إيران طبعاً كان في حديث في مرحلة من المراحل عندما اشتدت أزمة البحر الأحمر أنهم حاولوا الوصول لإيران للوقف وأن إيران ردت بأنها غير قادرة على التأثير على الحوثيين لا أحد يدري لأي درجة هي صادقة في هذا لكن المؤكد أن في خبرة إيرانية على الأرض وأنها خبرات مهمة جداً المعلومات الاستخباراتية بتيجي من إيران فبالتالي إمكانية أن الحوثيين يتصرفوا بشكل مستقل عن إيران أتصور أنها مسألة مستبعدة على أقل فيما يتعلق بالبحر الأحمر عبد الملك الحوثي كان عادة يميل إلى تقديم نفسه كفصيل يمني منفصل عن إيران أثناء حربها ضد التحالف التي تقود في السعودية في ثماني السنوات الماضية لكن منذ بداية حرب غزة هو لا يفصل نفسه عن المحور المقاومة ويتحدث عن التنسيق معها بشكل عالمي وتحدث أيضاً أو طبعاً تصاعدت أهمية هناك تنسيق كبير بينه وبين الفصائل العراقية تحديداً طبعاً حزب الله تحديداً لها أيضاً تأثير عاطفي على الحوثيين في اتخاذ القرار بالتأثير على عبد الملك الحوثي شخصياً أستطيع أن أقول إيران بتعطي مساحة من الاستقلالية لكثير من الفصائل التي تتباحها لكن الحوثيين يمتلكوا شيء من الاستقلالية في مواردهم الاقتصادية لكنهم عسكرياً يحتاجوا إلى إيران كثيراً احتياجهم لإيران حتى اقتصادين تصاعد مؤخراً لأن إيران تعطيهم حصص من النفط والغاز ببلاش وهذا أمر مهم لهم فبالتالي إيران استثمرت فيهم استثمار بسيط لكن العائد كبير حتى الآن فأعتقد أنها علاقة الطرفين مستفيد منها وهم حريصين على الحفاظ عليها فمسألة أنه ممكن الحوثي يخالف إيران أو يكسر كلمتها هذه مسألة مستبعدة جداً بالنسبة لي لكن بالتأكيد إيران تعطينا مساحة من الاستقلالية في بعض الأمور التكتيكية الصغيرة بعض التفاصيل بعض الأمور هذه الأمور أعتقد أنه يمتلك فيها قدر كبير من الاستقلالية اشتركوا في القناة